عندما كتب سيرجي بروكوفييف سينفونيته الأولى المسمى الكلاسيكية كان في الخامسة والعشرين من عمره وفي الواقع فقد سبقتها سينفونيتان ولكنه جعل هذه التي سنستمع إلى جزء منها جعلها الأولى مسقطا ما قبلها سماها الأولى وسماها الكلاسيكية أيضا لأنه كتبها على نمط سينفونيات يوزيف هايدن الذي كان قد توفي قبل مائة من السنوات قبل أن يكتب بروكوفييف هذه السينفونية مقلدا أسلوب هايدن لمجرد الدعابة كما قال هو نفسه في سيرته الذاتية يقول الموسيقار الأوكراني ربما كانت في أعماق ذاتي رغبة دفينة في أن تصبح سينفونية كلاسيكية فعلا الواقع أنه أصاب فقد غدت هذه السينفونية الدعابة أشهر عمل لبروكوفييف نستمع إلى الحركة الأولى من السينفونية الكلاسيكية لسيرجي بروكوفييف نستمع إلى الحركة الأولى من السينفونية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر